يصعب علي قوي الممثلين الصغيرين اللي ما حضروش تجارب المسرح يعني فيه شباب طالع كتير هايل وكل حاجة لكن ما شافش عظمة المدرسة الكبيرة اللي هي المسرح وحضرتك زي ما تكون خدت كل كرسات التمثيل في الأول لما عملت كل الروايات العالمية في البدايات وبعدين بتديت تشتغل نصوص مصري برضو التنوع في الأدوار كان رائع جدا والأعمال العالمية الحقيقة سرية مكتوبة كتاب طبعا بتعلم جامد ووقفة المسرح حاجة تانية ووهج المسرح طبعا وزي ما بقول لحضرتك برضو أول مرة أشوفك على المسرح في الناس اللي مستمتامنا الوهج والدخول والستاردم يعني فيه قلق وفيه تدريب وفيه صوت بيشتغل وبعدين عندي أنا مشكلة شخصية في أني مخارج ألفاظ الممثلين ساعات الشبان كارثية الحقيقة وما بيلاقوش حد يدربهم كويس ويمكن يدربوا في غرفة مغلقة لكن التدريب الحقيقي هو أنه يشتغل مصري أيوة طبعا لأنه لازم يوصل ويا سلام لو زي زمان كده كان من غير ميكروفون فأنت لازم توصل لآخر واحد في الملكون إيه اللي أنت بتقوله بالزبط بالزبط كل حرف وكانت الأكويستيك بتاع المسرح بيتبني بشكل ده أيوة تلاقيك ساعات يعني آه خلاص بقى وبتاع تقولك لأ أقوم شحن الطاقة المسرح مهم هو فعلا زي ما تكوني بتلمعي آه الصدى اللي بتعركنا آه 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 لأنه هو ده اللي بتشجعني والله إن أنا أنا مش متخيلة والله العظيم لو في فرصة أوعد تتخذل فيها آه أنا مش عارفة الواحد يعني يجيب نفس منين الأيام دي لا لا هتلاقي بييجي على فكرة آه هتلاقي بييجي زي أمينة رز زي أمينة رز تدخل تقول آه يعني كنتوا بتحكولي قبل التصوير آه إزاي كانت تبقى ممكن مجهدة جدا كان في مسرحية سعدون المجنون مهم وكنا في الزماني كل مسرح جديد مهم عاملوا شاكل عبا لطيف مهم وبقى قالك سعدون المجنون ده بقى كان لنين الرملي وبيتكلم عن عبد الناصر وقالك الوزراء كلهم هيجوا في عمل رحم القطي لها باب براني عشان الوزرين عشان تجري المهم لقيتها الجاية يوم أول يوم اللي افتتاح بتخبط على الباب ده يعني القطي من الممكن تدخلها ما تقولي ساعدة مع آه آه وقالك الوزراء بعد شوية كانوا بتقيتش آه مهم رحم خدت ايدها ووصلتها الوزراء وضعتها الناحية التانية مهم ورجعت قلت يا رب مهم 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 قلت للا يعني لو دع عمرها بقى اتخذها بكر على جل بس ملاش يوم اللي افتتاح وعد الآن وقلت الشاكر قلت له شوفها آه قال لي هي قعدة على مهم تعمل بتنقل رز ولا مش عمي حاجة كده كمون كمون آه 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 ايوه بتنقل كمون في المصر و بعد شوية قالتلي ندتلي قالتلي طب تفستان دا ولا دا مهم بتلها اي واحد تستعمل لي رايحك عيشي عيشي والنبي وروحت قاعد مرات تبقى هي هتدخل بعد شوية كده شايفها في الكاليسة عملة كده بطي يا رب رح الدخلة قالت مش عارف ايه كده فالصوت الميكروفون ما كانش مضبوط رح الماسكها رح ترميها وبصوتها بقى يا ربي يا ربي ما شاء الله اطلق بط زيت الكلام ومش عارف هون ايه عيش ربنا بيديها صح اه قضيعة طبعا الحمد لله طب احنا دلوقتي عايشين في ألق ووهج ليلة من ألف ليلة اعادة الأعمال برضو فيها حالة من الحب والعشق كده انك تعمل نصفة كل كام سنة تقوم عايده وهو سبحان الله ينجح جدا برضو اه اه ما هو بس المرة دي على فكرة حتى ليلة من ألف ليلة اه بقى اسمها يا ما في الجراب يحاول ليه اه لان زود بعد يعني ما استأذن الصحاب لان انا يعني كنت مشترط النص زي ما هو بالزبط متغيرش في حاجة ولا المزيجة اه دولي الاساسة لكن مجد الهواري اللي هو المخرج والمنتج بتالعمل كان عايز يعمل استعراضاته عايز يعمل رشاس اه فانسمناها بقى يامها في الجراب بس هو برضو فيه رحاب بيرام التونس هو بالزبط يعني هو قبل فيه فينال وفيه انطقة وفيه غنية تالتة في النص اه اه يعني اربع غنية زيادة زائد الرأسات والملابس والديكورات اتصرف عليها كويس وهو احنا لما عملناها اول مرة سنة 94 الحقيقة كانت اللي عامل الملابس والديكور جايبين كان المفروض هيعملها كرم بطاوع الله يلحمه وكان جايب واحد تلياني عمل ملابس والديكور فخمة جدا بس ما تحسيش بقربها من المص نفسه بقربها من المصر يعني يعني كان فيها شيك خواجع برضو شوية بس كان شيك قوي وفخمة قوي كان علي الحجار وأنغام وقتها كان علي الحجار وأنغام من كمان بس كانوا عضاء المصرح الأبرة وبعدها عندناها تاني في المصرح القومي بقى بليلة من ألف الليلة الكلاسيك زي ما هي بالضبط كان محمد محسن وهبا مجد ايو ايو وبعدين حبوا بعض بقى على يدك وبركت هذا الحب ايو ايو يا ربي يبضلوا يدعولي يعني يعني تالت مرة بقى اتهى الأيام دي حبوا الحقيقة الصدفة جات إن مجد أو الكيرو شوه الشركة عايزة تعمل كالعمل استعراضي بعاتلي مجد نص أو اتنين ما كانش برضو قلتوله لا يعني عايز فاقترحت على يقول طب ايه رأيك نعيد ليلة من ألف الليلة فشبت وقال لي هي دي صحة وكده وصرف بقى كويس وعمل المزيكة عادها عادها تاني وطبعا بحاجات موضرن أكتر وتوزيع كويس كف الحال أفهم عادها عادها الم �ي وصلت وصلت وبنή